الاكتشافات الأثارية وأثارها على حركة السياحة العالمية ويمكن أنا قبل ما هتكلم عن الاكتشافات الأثارية يعني حابب أن أنا نوه لحاجة مهمة يعني حضراتكم هتستفادوا أنا النهاردة زي ما أنتم شايفين قدامكم إحنا هنتكلم عن علم الأثار والاكتشافات الأثارية الحديثة أنتم طلعوا معاً كلكم سامعين أنك دلوقاتي كويس كله تمام؟ محمد؟ تمام؟ طيب دلوقاتي فيه ناس كتير جداً يعني بتسأل أو بعض الباحثين يقول لك إيه هو علم الأثار والفرق بين الأركيولوجي والأجيبتولوجي إيه الفرق بين علم الأركيولوجي والأجيبتولوجي عشان فيه ناس كتير جداً يعني فيه ناس متخصصين وغير متخصصين بس إحنا يعني إحنا إحنا نحاول نفق وضح الموضوع للناس بسيطة علم الأركيولوجي هو طبعاً العلم ده بيختص بدراسة البقايا المادية اللي الإنسان سابها في العالم القديم يعني أي حد الجامعة سواء مش حضارة مصر بس سواء في العالم كله أي حد طرق لنا بقايا مادية يعني حاجة ملموسة ديت بيسمى بعلم الأركيولوجي وطبعاً دراسة علم الأثار ده يعني بنعتبروه منذ أن بدأ الإنسان بصنع أدواته الأدوات اللي هي الأدوات القاطعة اللي كان بيستخدمها في القدم ويمكن إحنا طبعاً عارفيني يقولك المصري القديم أول ما سكن سكن في الكهوف وبدأ يصنع الأدوات بتاعته مش من الحجر الزران وخلافه كلام من طب هل في الحضارات التانية كان فيه ناس يعني أو البشر كانوا بيصنعهم نفس هذه الأشياء طبعاً الموضوع ده موجود في العالم كله ويمكن إحنا لما كروستيفر كولومبوس اكتشف الأمريكاتين كان الهنود والحمر بيعيشوا في الأمريكاتين وكان ليهم حضارة وكان ليهم برضو نفس الأدوات الخاصة بيهم لأن الجنس البشري انتشر في العالم كلهم ما انتشرش في مكان محدد بعينه ويمكن عشان كده إحنا بنقول أن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات لأن الجنس البشري اللي عاش في مصر كان ليه سيطرة وهيمنة في العالم القديم فده اللي إدى لمصر الرونق بتاعها طيب علم الأسار قال لك علم الأسار في الأساس بيهتم بإيه؟ بيهتم بالحضارات اللي الإنسان القديم أقامها وأنشأها وطبعا الكلام ده حلوه من خلال الشواهد المادية طبعا في كافة العصور التاريخية فقال لك طبعا هو دراسة علمية لمخلفات الحضارة الإنسانية الماضية حيث تدرس فيها حياة الشعوب القديمة وتشمل تلك المخلفات إيه المخلفات بقى للإنسان القديم طرقها لنا؟ قال لك المباني العمائر القطع الفنية الأدوات الفخار العظام سواء بإذا كان عظام بشري أو عظام حيواني وطبعا بيقول لك ويكشف أيضا بشكل أفضل جوانب كتيرة من حياة الشعوب يعني مثلا أنا لو أنا لقيت حاجة معينة مثلا أن أنا مثلا لقيت طعام معين أو بقايا طعام أو أن أنا لقيت مثلا فكهة معينة مجفافة فأنا عايز أقول لك على حاجة مهمة اللي هي إيه أن البقايا ديت هي اللي بتعرفني الناس دي كانت بتاكل إيه أو الناس دي بتشرب إيه أو لو أنا شفت مبنى أو قطعة أساس أو شفت مثلا منظر مصورة على مقبرة أو أو إلى آخر الحاجات دي كلها لما أنا بشوفها بتفصل لي جوانب كتيرة من حياة الشعوب وتوسيق الأكل والشرب بتحموا كل حاجة هي موجودة عنده طيب قال لك علماء الأثار بصفة عامة بيدرسهم أي دليل ممكن يساعدهم على فهم حياة الناس اللي عاشوا في العصور القديمة منذ فجر الإنسان الأول وإلى فتراتنا اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي قال لك الأدلة الأسارية بتتراوح ما بين بقايا مدينة كبيرة بعد القطع الحجارة يعني القطع لأن احنا طبعا لما بنيجي نقطع حجارة بنستخدم حجارة تقطع حجارة يعني بنقطع الحجارة بالحجارة ونهزبها عشان خاطر نستخدمها في عفونا يا دكتور عفونا يا دكتور بس الصوت راح يا دكتور الصوت فاصل تمام كده يا شباب آه طبعا تمام تمام طب الأنواع بقى آه تمام يا دكتور الأنواع اللي هي موجودة عندنا عشان الناس تبقى هي عارفة الأنواع اللي هي موجودة عندنا قال لك احنا عندنا آآ كزا نوع من الأدوات دي عشان برضو ايه طلاب علم الأثار يبقوا فاهمين عشان لو انت رحت تشتغل في موقع أسري ورحت تتدرب نعم عفونا أنا قطع مش مش واضح يعني الصوت بعيد لأ آآ زي نظام حية حية عامل دوضاء كده على الصوت بس أنا يعني كده كويس ولا ايه بالنسبة لبقى الناس برضو الصوت بيقطع سينا نفس المشكلة يا دكتور فيك زي يضرب كده في المايك أو صوت أو هوا في المايك فيه زنة على الصوت يا دكتور يعني لسه موجودة ولا راحت لا كده راحت لا كده تمام لا تمام كده تواصل تواصل طيب اللقاء عشان برضو الناس اللي هتشتغل مثلا لو فيه ناس عايزة تشتغل في موقع أسري معين وهما راحين يشتغلهم طيب هما ما بيروحوا يشتغلوا ايه الحاجات اللي هو ممكن يلاقيها في الموقع الأسري اللي تقوله ان ده موقع أسري يعني انت دلوقتي راجل خريجي تخرجت سواء من كلية أسار خسمة أسار عايز تشتغل في مجال حق للعمل الأسري أول حاجة انت ممكن تلاقيها اللي هي اللقاء المصنوعة المنقولة ركز معايا في الكلام اللي أنا بقوله لك ايه اللقاء؟ اللقاء يعني الحاجات اللي بتتلاقى المصنوعة اللي تم صنعاتها المنقولة اللي بتتنقل من مكان لأخر أو المعصورات المصنوعة المعصورات يعني الحاجات اللي بيتم العصور عليه قالك هي المواد التي صنعها الإنسان ويمكن أن تنقل من مكان إلى آخر دون إحداث تغيير على مظهرها والحاجات دي بتشمل إيه؟ المشغولات الحجرية زي النصال والأواني ومشغولات الزينة وغيرها الحاجات اللي هي ممكن تتنقل الحاجات الصغيرة بتتصنع الإنسان صنعها وتتنقل من مكان للتاني بدون أن يعني إيه يحدث عليها أي تغيير فدي بتسميها حاجات منقولة يعني ممكن أنا هقول لكم بعد كده الحاجات دي بتتنقل إزاي دا لو ما تنقلتش طبعا عن طريق الأشخاص نفسها ممكن تتنقل إزاي طيب اللقاء المصنوعة السبتة اللي هي البيوت والحفر هتقولي طيب أنت قلت الحفر ليه هقولك لأن الحفر أصلا في بداية أي حضارة كانت المقابر بتشيد على هاية حفر تبقى حفرة بسيطة بيتم الدفن فيها أو حفرة بيبنى فيها المسكن ويمكن إحنا عندنا نمازج كتيرة لبيوت أو منازل عصور ما قبل الأسرات في حضارة اسمها حضارة مرمدة بني سلامة وفيه ناس بيقولوا عليها مرمدة بني سلامة وطبعا بقولك كلمة مرمدة لأن جيم طبعا من الطراب وكلام بس إحنا وليكم بنقول اسمها مرمدة بني سلامة البيوت كانت عبارة عن حفر يبقى أنا عند البيوت والحفر والمقابر قنوات الري ومنشئات عديدة أخرى قامت ببنائها الشعوب القديمة طبعا ده خلافا بالأدوات طبعا ويقولك لا يمكن فصل اللقاء السابتة عن محيطها دون أن يحدث تغيير في شكلها بمعنى أن أنا ما ينفعشي أروح على بيت مبني وطبعا برضو أنا عايز أقول على حاجة مهمة عشان أنتم مركزين معايا فيها احنا بالنسبة للحضارة المصرية القديمة احنا يمكن أغلب الاكتشافات الأسارية اللي احنا وجدناها أو الحفير اللي اتعملت بالنسبة للبيوت أو بصفة عامة كانت عبارة عن بقايا الأساسات احنا متوجدش بيت كامل ليه؟ الموضوع ده مهم جدا وركز معايا أوه في اللي انا بقوله لك ويمكن أنا ببسط المعلومة عشان لو معنا ناس غير متخصصين يبقوا برضو عندهم خلفية بالكلام اللي انا بقوله اللي هو ايه؟ إن أنا عندي تلت أنواع من العمائر العمائر اللي هي التشهيدات المعمرية عندي عمارة مدنية وعندي عمارة دينية وعندي عمارة جنائزية العمارة المدنية وهي العمارة الخاصة بالبيوت خاصة بطبعا الأسور السدود بخلاف الحاجات المدنية اللي الإنسان بيعيشها وبيستخدمها في حياته اليومية والعمارة المدنية كانت بتصنع من مواد سهلات أو مواد لينة ليست مواد قوية وسهلت إن هي تتهدم بسرعة عشان كده هو المصر القديم اهتم بالحياة الأخيرة عن الحياة الدنيا عشان كده كان بيبني منازل بتاعته من الطوب اللبن وعشان كده إحنا ما عندناش نمازج كاملة لبيوت غير ما تم العصور عليه من بقايا بلوكات أو بقايا حفر لمنازل ومساكن جزئية التانية العمارة الدينية وهي العمارة الخاصة بإعبادة الآلهة ويمكن نحن أشهر حاجة خاصة بالعمارة الدينية عندنا مجمع معابد الكارنك في لوكسور وعندنا معابد لوكسور وطبعا بيربط ما بينهم طريق الكباش دي من العماير الدينية التي خصصت لعبادة الآلهة والعمارة الدينية كانت بتبنى من الحجر فعشان كده كانت بتخلده تدوم وده اللي موجود عندنا في أغلب المعابد الدينية اللي هي موجودة عندنا في مصر طبعا عندنا عمارة الثالثة اللي هي العمارة الجنائزية العمارة الجنائزية هي خاصة بحاجتين اتنين يا إما مقابر يا إما معابد جنائزية يعني أنا المقابر بقى بقى نوح سواء بقى مقابر طينية مبنية في الطين طبعا في التربة الطينية طبعا ليها تربة الدلتة عندنا أو مقابر محفورة في الصخر يعني في مقابر بيتم حفرها في الصخر أو مقابر زي المقابر اللي هي موجودة عندنا في سقارة اللي هي القبار الدفن اللي هي بتبقى موجودة في أنا مش عاربة الصوت سمعين يا شباب ولا في حد كتب الصوت مش واضح الصوت تماما دكتور العمارة بقى اللي أنا بقول لكم عليه احنا كنا وقفين عند المقابر وقلنا ان احنا في مقابر في سقارة فيه أبار دفن بتنزل فيه في قلب التربة نفسها الرملية وفيه عندنا كذا طبعا أسقارة مليانة كتير جدا بأبار للدفن وعندنا مقابر منحوتة في الجبل زي مقابر ودي البنوك ودي الملكات دي مقابر تم نحتها في بطن الجبل عندنا برضو ده ده طبعا بالنسبة للمقابر عندنا معابد اسمها المعابد الجنائزية بأنا عندنا معابد دينية وعندنا معابد جنائزية فرق الزي ما بين المعابد الدينية والمعابد الجنائزية قال لك المعابد الدينية هي المعابد التي خصوصت لعبادة الآلهة أما المعابد الجنائزية هي المعابد التي خصوصت لتأليه الملك بعد وفاته طب هل كان بيمنع أننا في المعابد الجنائزية بيتم عبادة الآلهة أقول لك ما فيش مشكلة لأن الملك بعد ما يموت بيؤله مع الآلهة فعشان كده بتسمى بالمعابد الجنائزية وأشهر حاجة عندنا معبد حشبسود في الدير البحري وعندنا معبد رمسيس الثالث في مدينة هامو طيب هنكمل بقى عشان بس يبقى دي مهمة جدا ليكم عشان تبقوا عارفين أنواع الحاجات اللي هي موجودة عنها طيب اللقاء الطبيعية يبقى أنا تكلمت عن اللقاء المصنوعة والمنقولة أقولت المجوهرات الأخشاب السرار أي حاجة موقولة زي احنا بصينا في مقبرة التوت عنك هامون هتلاقي فيها حاجات كتيرة جدا ممكن تتبقى لكن المقبرة نفسها ما قدرش أشيلها لأنه لو شلتها هيحصل تدمير لها يعني هيتغير شكلها اللقاء المصنوعة السابتة اللقاء اللي الإنسان صنحت أو عملها بس هي سابتة في مكانها وقلنا اللي هي العمائر بصفة عنها طيب اللقاء الطبيعية قالك المواد الطبيعية اللي هي موجودة جنب مع جنب مع الأدوات المصنوعة والسابتة وتشمل طبعا البذور عظام الحيوانات يعني عظام الحيوانات ده حيوان مات وخلاص في مكانه هو بقى لقاء طبيعية يعني حاجة ما فيش تدخل للبشر فيها طيب يبقى أنا عندي دولة التلات حاجات اللي أنا ممكن كأسري ألاقيهم طيب أنا بقى لو عايز أشتغل في موقع أسري أشتغل فيه إزاي قالك لو أنا عايز أشتغل في موقع أسري قالك الموقع الأسري بيتضمن ما يسمى بالدلائل الأسري يعني هو عايز يقولك إيه ده أنا لقيت دليل وفيه ناس طبعا بعد الناس اللي بيحفروا خلصة أو بينقبوا عن الأسار هما بيتكلموا في حاجات بس هما بيقوش فاهمين هما بيقولوا إيه هما بتكلموا كده وخلاص بس هما مش عارفين يعني إيه دليل أسري وبعدين فيه فرق كبير جدا عندي ما بين التل الأسري والجبانة الأسري عشان برضو تبقى أنتوا فاهمين يعني أنا لو عندي تل الأسري تل الأسري ده ممكن ينقسم لشقين اتنين يعني شق للسكنة ومكان للجبانة في مكان سكن ومكان جبانة بس احنا طبعا ده مش موضوع المحاضرة بتاعتنا بس أنا حتكلم بصفة عام طيب قال لك يعتبر البحث والتوقيب عن المواقع الأثرية من أهم القطوات المؤدية إلى اكتشاف الكنوز الأثرية التي تتضمن هذه المواقع هو اللي بيجي يعمل لك أصلا حفاير عندك أو يجي يشتغلك عندك هو الغرض الأساسي من الموضوع ده وأنه يطلع لك كنوز أثرية يطلع لك أثار يطلع لك حاجات من الحاجات المصريين للأجداد بتوعنا دفنوا طيب قال لك المواقع الأثرية بشكل عام توجد إما على اليابسة أو في أعماق البحار هتقول لي إزاي الكلام ده أو المسطحات المائية هقول لك إن في مدن أصلا غرقت ويمكن عندنا يعني في الحضارات القديمة في قصص ورويات بتحكي عن مدن غرقت في أعماق البحار وخلافه وطبعا مدن موجودة على اليابسة غرقت برضو هتقول لي إزاي دكتور محمود المدن طبعا إحنا قلنا في البحار خلاص مدينة البحر غطاء طيب اللي على اليابسة غرقت إزاي هقول لك إن إحنا عندنا فيضان نهر النيل وهقول لك على حاجة كمان مهمة ده مش غيرت كمان ده حصل عملية تقليب في الطبقات بتاعتها كمان إزاي يعني الجديد بقى تحت والقديم بقى فوق هب إزاي الكلام هقول لك إنه نهر النيل لما كان بييجي من الجنوب للشمال لأن إحنا طبعا عندنا الشمال اللي هي الدلتا أوطى من الصعيد عشان كده انحضار نهر النيل بييجي من المصر العليا لمصر السفل مصر العليا اللي هي الصعيد ومصر السفل اللي هي الدلتا فكان بييجي من الجنوب للشمال طيب ما كان بييجي كان بيعمل إيه لو الفيضان جي زيادة عن اللازم بيبدأ ياخد للطبقات اللي قدامه بيجيبها فوق بعضها بمعنى اننا لو عندي بيت مبني من الطوب اللابن الفيضاني يخبطه يجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق يبقى اذا هو عملك تأليف في الطبقات يبقى هو برضو خلاص دمره هو دمر المبنى اللي موجود خلاص بيجي اللي بعدين الناس اللي بعدها تيبني مبنى فوق المبنى عشان كده ظهر عندنا ما يسمى بالتل الأسر التل الأسر هو عبارة عن مجموعة من الأبنية اتبنت فيه عصور زمانية مختلفة فوق بعضها البعض لان الناس انت ما تيجي تضرب بتقالوا الناس الشباب لو في حد من الناس الكبيرة في السن عارفين الكلام ده زمان كانت البيوت مبنية بالطوب النايي بالطوب اللابن بعد كده تهدمت وبقى هدومة وردموا وراحوا بانين فوق بالطوب المسلح لو انت جيت شيلت المسلح ده وعملت حفاير في المكان البيت بتاعك هتلاقي الأساسات بتاعة التربة الطينية أو الطوب اللابن موجود ولو نزلت تحت شوية هتلاقي أقدم طبقة أقدم من الطبقة اللي انت كنت عايش فيها طيب يبقى انا دلوقتي بتكلم عن الموقع الأسر طيب ايه الطرق العلمية الدقيقة اللي انا ممكن استخدمها عشان خاطر ان انا اوصل لتل أسر طيب طيب اول حاجة تحديد الموقع الأسر انا اول حاجة بعملها كراجل بتاع أثار او راجل ان انا راجل دارس أثار احدد الموقع الأسر احدده ازاي فيه ناس بها كتير يقول لك يعني مش عايزين ندخل في مهاطرات وكلام ما لش لازمة بس انا هقول لك الطرق العلمية الطرق العلمية اول حاجة بحدده من خلال الشواهد الخطوة الاولى طبعا بيقول لك الخطوة الاولى التي يجب على عالم من أثار القيام بها طبعا اللي هي طبعا وربما تكون المواقع الأسرية موجودة فوق سطح الأرض كما قد تكون موجودة تحت سطح الأرض أو تحت الماء وتشمل مواقع الموجودة تحت الماء على سفن غارقة أو مدن بأكملها غمراتها المياه نتيجة تغيرات ترأت على سطح الأرض أو على مستوى الماء وقد يتم تحديد بعض المواقع الأسرية بسهولة لأنها تشاهد بالعين المجردة أو يمكن تعقب أثارها من خلال الأوصاف التي وردت عنها في المرويات القديمة أو السجلات التاريخية الأخرى طيب نرجع نشرح الجزئية دي تحديد المواقع الأسر أنا كراجل بتاع أصار لازم أن يكون عندي رؤية الرؤية اللي عندي بتبقى موجودة إن أنا لازم أن يكون ليا عين سقبة إن أنا ممكن أشوف وأنا ماشي في مكان معين ألاقي كسرات فخار بإن أنا أخذ كسرات الفخار دي وأدرس أو أن أنا يكون عندي خلفية ودارس بقى ما أنا فاهم ببدأ أقول آه ده الكسرات الفخار دي بترجع ماشي عصر حديث لا بترجع للعصر مثلا الجريك رومان العصر اليوماني الروماني طيب لو أنا جيت يبقى أنا في شواهد موجودة عندي هي اللي بتقول لي إن المكان دي أسري طيب دي حاجة الحاجة التانية إن أنا يكون عندي مثلا سجل قديم بيقول إن في أسلا حرب قامت في مكان معين دمرت القرية دي بعينها القرية دي تختفت لو جروحنا عملنا حفاير حنبص إنه طلع بيوت وطلع بقى الناس كان الكلام ده مش مش هو ما أنا قلت لك العثار هو يعني أو علم الأثار هو دراسة مخلفات الإنسان مخلفات الإنسان دي اللي هي الدهب بتاعه الأكل الشور باللبس بتاعه الكلام من ده يعني عفانا الله عفاكم اللي الزلزال اللي حصل في تركيا أو سوريا والزلزال لما حصل ما هو دمر بيوت جاب البيوت فوق بعضها البعض لو هو السلطات ما شالتش البيوت دي وخلاص ونظفت المكان البداع حتتنيها تتردم حتتنيها الألاف السنين الحاجات دي مدفونة تحت سطح تحت بطن الأرض طيب لو زلزال بقى حصل من ألفين سنة خلاص دمر مكان بعينه خلاص الناس ماتت خلاص حدش هيدور عليهم فهجوز تتلاقي ما تيجي تعمل حفاير بعد ألفين سنة هتيجي تتلاقي الحاجات بقى بتاعتهم أكلهم شربهم الأسرة بتاعتهم الحاجات اللي هم كانوا عايشين عليهم طيب أنا بحدد الموقع من خلال عيني أو من خلال كتب عندي بتقول إن ده كان فيه هنا تل أو من خلال الحاجة اللي أنا بشوفها أو من خلال الحاجات كتير طيب أول حاجة تانية حاجة بعملها بعمل إيه بقى أنا خلاص حددت الموقع اللي أنا هشتغل عليه بعمل مسح للموقع الأسري وطبعا مسح الموقع الأسري أو مسح المنطقة الأسرية أنا الأول قبل ما بمسح بمسح المنطقة الأسرية كلها والمسح يا إما باستخدام الأخمار الصناعية أو باستخدام أجهزة مسح وطبعا إحنا عندنا نوعين من الأجهزة عندنا أجهزة بتمسح أو الأجهزة اللي بتمسح عندنا المواقع الأسرية يا إما بتشتغل على المعادن يا إما أجهزة بتشتغل على الفراغات اللي هي موجودة عندنا طبعا في ناس كتير جدا بنصوبوا في الكلام ده يقول لك أنا بصور فيديو القطاع ما فيش حاجة اسمها بنتصور فيديو القطاع الأرض كل الصور اللي هي بتيجي بتبقى صور عبارة عن يعني بتديني إحداثيات وكلام من ده عندنا أجهزة البعثات بيشتغلوا بيها سواء البعثات الأجنبية أو البعثات المصرية بنحدد بيها الموقع الأسري طبعا الرطوبة بتأثر لنا على لو في رطوبة في الأرض أو في مية بتأثر على الترددات بتاعة الأجهزة أو الإشهارات بتاعة الأجهزة بس بصفة عامة أننا بعمل طبعا الكلام ده بيبقى للناس المتخصصين وإحنا عندنا علماء الأسار بيتبعوا بطرق علمية المساعدة على كشف الموقع الأسرية الموجودة تحت السطح يعني إحنا عندنا التصوير الجوي بيقولك التصوير الجوي يظهر اختلافات في نمو النباتات هقولك على حاجة مهمة جدا هتنبسط بها إنه أنا عالجي تصوير جوي تصوير الجوي بيقولك بيظهر اختلاف نمو النباتات التي تشير بدورها إلى وجود دليل أسر إزاي قالك لو أنت عندك النباتات الأطول في بقعة من الحقل قد تكون مزروعة في قبر قديم يعني إنت لو فيه نباتات مزروعة جنب بعضها النباتات الطويلة في الحقل قد تكون مزروعة فوق قبر قديم أو مطاقة سريعة أو فوق قنال الرأي أما النباتات الأقصر القسيرة الموجودة في بقعة أخرى من الحقل في نفس الحقل يعني فقد تكون مزروعة في ارض ضحلة فوق عمارة قديمة او طريق يعني حاجة ما بتمدهاش بالتغذية الكاملة يعني احنا لو في عندنا ارض مبنئ يعني عندنا قطعة من الارض الحقل يعني وفيها نباتات مزروعة لو في نباتات طالعة بصفة عامة يعني ده الكلام ده ده لو في موقع اثر يعني هتبصت لقي النباتات اللي بتطلع طويلة قوي ديت بتبقى مزروعة بيبقى تحتها يعني زي ما تقول ايه نقول لك يعني ايه قناة مثلا قديمة قبر قديم يعني فيه فراخ تحت فيه تهوية تحت ليه طيب لو نباتات بمزروعة فوق مثلا طريق طريق يعني حاجة صلبة فما فيش جدور النبات ما فيش حاجة هتبدأ تغذيها تمام لان بخلاف كده طبعا بيتم استخدام كواشف معدنية لمعرفة اذا كان هناك ادوات معدنية لان لو عندي ادوات معدنية عندي اجهزة بتقول اذا كانت فيه ادوات زي زي الدهب او النحاس او خلافه موجودة ويمكن احنا اغلب الحاجات اللي هي الاجهزة ما بتزيشش عن مية وخمسين سنطر مش مية وثمانين كمان يعني لو فيه حاجة مدفونة على بعد اكتر من متر ونص فيه اجهزة ما تقدرش تتعرف عليها بس فيه اجهزة حديثة دلوقتي هي اللي بدأت ان هي تكشف لنا عن عن الحاجات اللي هي موجودة في تحت سطح الارض طيب تالت حاجة مهمة يبقى انا الاول حددت الموقع الاسر اللي موجود عندي تاني حاجة عملتله مسح تالت حاجة التوقيب في الموقع الاسر يمكن انا اما بشرح لك الكلام اللي انت بتسمعه ده ده حاجات مبسطة جدا يمكن احنا مش عايزين نتوسع فيها اوي لان بعد كده هتبقى كلام تخصوصي بقى عشان خاطر ان انا اشرح لك الكلام ده لان احبقى اجيب لك بقى محاضرة كبيرة اقول لك ازاي ننقب في الموقع الاسر ونحدده خرائط وكلام من ده والمحاضرة دي بتبقى عايزة محاضرة مش محاضرة بتتشرح عن طريق النت ولا كلام من ده عايزة محاضرة تتشرح في قاعة كبيرة ونحط صور وكلام من ده عشان كله يستفيد ان شاء الله ممكن بعد كده نعمل حاجة محترمة زي كده طيب تنقيب الموقع الاسر انا بعد ما بامسح الموقع الاسر بعمله مسح بارسم خرايط تفصيلية ليه وانا ببدأ الاول احدد الموقع اللي موجود عندي انا خلاص عملتله مسح بدأ يقول ان في فراغ هنا في بقايا جدران هنا 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 بابدأ بقى الكلام ده ابدأ ارسمه على الخريطة طيب بعد ما بارسم الخريطة قالك بيجمع العلماء بعض الملتقطات الموجودة على سطح الموقع الاسر ثم بعد كده بابدأ اقسم السطح السطح المكان يعني اللي انا هشتغل عليه لمربعات في نوعين اتنين من المدارس بتاعة علم الاسر امكان انا اشتغلت مع اجانب اشتغلت بعثات مصرية واشتغلت مع بعض الاجانب كانوا ليهم طريقة معينة في تقسيم المربعات والتوقيب وفي ناس تانية كان بيبقى لها طريقة معينة تانية هو في ناس بتشتغل على المربعات الصغيرة وفي ناس بتشتغل على مربعات كبيرة ولكن المربعات الصغيرة ليها ميزة والمربعات الكبيرة هيبقى ليها ميزة تانية مختلفة طيب بنبدأ نشتغل في المربع ونسيب مربع يعني انا عندي مثلا عشرين مربع باشتغل في المربع الأولاني بسيب اللي جنبه ما اشتغلش فيه بعد كده اشتغل في المربع التالت واسيب الرابع واشتغل في الخامس وهكذا بحيث ان المربعات تبقى عاملة زي الشطرنج كده طيب بعد كده ما بقى اشتغل في المربعات كل حاجة بتظهر لي بقى بابدأ اسجلها على الخريطة اللي هي موجودة عنها يعني لو ظهر عندي أداة معينة بابدأ أطلعها واصورها طبعا قبل ما تطلع بتتصور وبتتعال انها توجدت في المربع كذا لو في جزء من مبنى معين ظهر معايا بابدأ برضو أصوره وأعمله وأرسومه على الخريطة وخلافه وحاجات ممكن احنا عندنا اعتبارات طبعا في حاجات خاصة بالتوقيبات الأسرية زي المناخ وتربط الموقع وانا انا ممكن اشتغل مثلا أغرب الحاجات اللي هي موجودة عندي بحط سواء الرامل بقى أو سواء أنا كنت بشتغل في تربة رملية ولا تربة طينية بغرب الرامل لأنه ممكن يكون في بعض القطع الذهبية مثلا حلقان أو بعض العملات المعدنية مثلا سواء من النحاس أو البرونز أو الدهب صغيرة جدا ممكن تطلع في قلب الغلق ما شفهاش فما بغرب الرامل أو بغرب الحاجات دي بتبدأ أو أنا بقى يعقد مثلا من متصنع فالحاجات دي كلها الغربلة نفسها هي اللي بتبقيل الكلام ده أو إلا لو أنا عايز أدور على بزهور معينة حبوب لقاح حاجات من الحاجات دي الغربلة بتبدأ تطلعها ويمكن أنا لو أنا في عندي حبوب لقاح وحاجات من دي ببدأ أن أنا أشتغل عليها ويمكن بتعرف لي الناس دي كانت بتاكل وبتشرب ايه؟ طيب أنا اديتك كده حاجة سريعة عن علم الإجيبتولوجي يمكن أنا عايز أفرق لك ما بين علم الإجيبتولوجي وعلم الأركيولوجي اللي أنا أدته لك ده علم الأركيولوجي علم الأركيولوجي هو العلم الذي يهتم بدراسة كل ما خلافه الإنسان من مخلفات سريع على مستوى العالم اللي هو العالم القادم أما علم الإجيبتولوجي هو العلم الخاص بدراسة الأثار المصرية بصفة عامة أو علم خاص بدراسة الحاجات بتاعتنا احنا بقى هنا في مصر لكن علم الأركيولوج هو علم أشمل من علم الإيجيبتولوج احنا بتكلم عن الاكتشافات الأثارية ممكن المحاضرة بتاعتنا الاكتشافات الأثارية اللي حصلت الأخيرة ديت ممكن احنا في 2023 في شهر يناير اللي فات كان عندنا أربع اكتشافات مهمين جدا كان اليوم مردود وصدى واسع بالإعلام وممكن أغلبية الناس اللي هي موجودة معنا ممكن نشاهدوا الكلام ده أول اكتشاف عندنا كان اللي هو كان تم الإعلان عنه 14 يناير 2023 اللي هي الكشف عامة مقبرة بمنطقة الوديان الوعرة بالأكسر بترجع لعصر التحامسة ويمكن كتير جدا من الناس حتى الدارسين يعني ما كانوش عارفين يعني ايه منطقة الوديان الوعرة منطقة الوديان الوعرة هي منطقة موجودة في في غرب النيل في نقصر في بعثة شغالة هناك تمام بعثة طبعا بعثة أجنبية مشتركة هي بعثة انجليزية مشتركة ما بين لأننا طبعا ما فيه بعثات بتشتغل فيه بنظام البعثات المشتركة ما بين الجانب المصري والجانب الايه الأجنب طعام الأول منطقة الوديان الوعرة وليه تسمت منطقة الوديان الوعرة وحقول لك دلوقتي أوريك صورة ليه منطقة الوديان الوعرة اللي هي موجودة عندنا هتشوف انت لو انت جيت بسيت في الصورة اللي قدامك دلوقتي هتبوسش لها شايف الجبل عامل ازاي الحطة البيضة اللي على ايدك اليمين دي ده المدخل بتاع المقبرة وممكن انا عايز اقول لك على حاجة مهمة ان هوارد كارتر من العلماء اللي اشتغلوا في المنطقة دي ولصعوبة الوصول الوصول للمنطقة دي يعني اغلب العلماء ما كانوش بيردوا يشتغلوا فيها ليه لصعوبة العمل فيها طيب البعثة الانجليزية دي او البعثة الانجليزية دي او البعثة او مؤسسة ابحاث الدولة بجامعة كامبر تمام عملتي بقى الصوت كويس يا شباب ايه ايه دكتور تمام صوت كويس تمام فالبعثة هم شغالين على فكرة هم شغالين بالهم اغلبوا اكتر من عشر سنين ولا اكتشافات في الفترات اللي فاتت ويمكن احنا يعني ما تمش الاعلان عنها بالشكل الكافي ولكن اللي انا عايز اقوله خلينا في الاكتشافات اللي هي موجودة عندنا اللي هي في اللي تم الاعلان عنها يوم عيد الاسريين طيب ايه الاكتشافات دي والمنطقة دي موجودة فين ومين هم التحامسة عشان فيه ناس كتير يقولك ايه الكشف عن مقبرة بمنطقة الوديان الوعرة بالاكسور ترجع العصر التحامسة اللي مش متخصصين ممكن اكيد فيه ناس معانا غير متخصصين عايزين يعرفوا ايه التحامسة دولة احنا بالنسبة لمنطقة الوديان الغربية دي المنطقة دي هي منطقة اسرية بتبعد حوالي تمانية كيلو متر عن المنطقة الاسرية اللي هي خاصة في منطقة ودي الملوك طيب قالك بيشتغل فيها باعث انجليزية ومؤسسة ابحاث الدولة الحديثة بجامعة كامبرج تمام قالك بقاله مكتر من عشر سنين واتكشفوا عن اكتشافات اسرية مهمة في الفترة دي واتشتغل في المنطقة دي علماء اجانب ايام هوارد كارتر قبل ما اكتشف مضبرة التوت عن خامون 1922 قالك ان هو اشتغل فيه 1917 وبعد كده يعني طيب قالك ان اغلب الناس مكتش بترضى تشتغل فيها طبعا بسبب ايه المكان نفسه سيء وصعب العمل فيه طيب قالك هم ايه بقى اعلنوا ان هم اكتشفوا مكبرة اسرية مغطاة بالرواس بالرملية ويمكن انت تسأل نفسك كده تقول الله طيب الرواس بالرملية ليه سألتش نفسك ليه متغطية بالرواس بالرملية انا اقولك لان زي ما حضراتكو عارفين دي ات منطقة جبلية والجبل ده جبل راملي لو انت جيت بسط للسيول اللي هي بتنزل السيول دي بتنزل هتخش ديرك هتجيب الرواسب بتاعتها هتقفل بيها المقبرة فنتيجة اتغطت بالرواسب تمام من الرواسب راملي وحجر جيري قالك نتيجة للسيول التي حدثت خلال العصور القديمة وده اللي ادى لطمس كتير من المعالم والنقوش بتاعت المقبرة وقالك ان المقبرة المكتشفة دي بتقع في التقسيم رقم سي بمنطقة الوديان الغربية بالبر الغرب بالغصور والبعثة مستمرة في اعمال الحفير بتاعتها والتوصيق الاسري للمقبرة بالكامل هم طبعا هم من الشكل المبدأي للمقبرة قالك ان هو ده مقبرة خاصة بأحد يا اما زوجة ملكية او اميرة يعني سواء زوجة ملكية او اميرة طيب الزوجة الملكية او الاميرة اللي هي موجودة عندنا تمام قالك ان هي بترجع لعصر التحامسة التحامسة اللي هما زي ما انا قلتلكم اللي هما ملوك الاسرة الدولة الحديثة اللي هما الاسرة التمنتاشرة عندنا الملك احمص لما اسس الاسرة الثامنة عشر الدولة الحديثة كان عندنا كذا ملك اسمه التحامسة اللي هما تحطمس الاول وتحطمس التاني وتحطمس التالت وتحطمس الرابع تمام ده بالنسبة للاكتشاف الاولاني بتاعنا اللي هو بتاع منطقة الوديان الغربية طيب تاني اكتشاف اثري مهم عندنا هقول لكم عليه دلوقتي اللي هو الاكتشاف يوم اربعة تم الاعلان عنه وطبعا انا عايز اقول لكم على حاجة مش معنى ان انا احنا عندنا يوم اربعة وعشرين يناير الكشف عن اكبر مدينة سكنية رومانية وابراج حمام بحفائر قصر اندروس بالقص طيب مش معنى ان انا بقول لك يوم اربعة وعشرين تم الاعلان على الكشف يبقى خلاص اكتشفوا في يوم اربعة وعشرين لا ده الموضوع ده ممكن يكونوا بقالوا سنة شغالين يكونوا بقالوا شهرين يكونوا بقالوا تلاتة يكونوا شغالين بقالوا تلات سنين المهم هما شغالين ما بيوصلوا لحاجة معينة ممكن يكونوا هما خلاص وصلين للكلام ده من شهر أو من شهرين فاتوا أو من ثلاث شهور بس سألك احنا مش هنعلن عن الاكتشاف ده غير يوم كذا لكن البعثة اشتغلت ووجدت وطلعت ونظفت وعملت كل حاجة بس هما هنعلن يوم كذا فهو اعلان الاكتشاف غير الاكتشاف الفترة اللي تم الكشف فيها عن الاكتشاف الكشف ده ليه قصة غريبة جدا اقول لكم عليها ويمكن انا كنت من في الفترة قبل الكلام ده مش طبعا مش في الاكتشاف ده قبل كده كنت هناك قبل ما يتم هدم القصر بتاع ياسا باشا اندروس والقصر ده ليه قصص غريبة واساطير اتقالت عنه ويعني مش عايز اقول لكم حاجات يعني تستغربوها يعني عادت ينفع تتعامل قصة فيلم بالنسبة للقصر بتاع ياسا باشا اندروس برضو عشان اشرحها لكم وقال لك القصر ده موجود على الضفة الشرقية لنهر النيل الضفة الشرقية لنهر النيل قصره بيطل على النيل نفسه قال لك القصر ده تم بنائه 1879 طبعا انت هتلاقي فيه معلومات كتيرة جدا غلط موجودة على الانترنت يعني يقول لك ان القصر ده بتاع ده توفيق ده اخو ياسا باشا هتلاقي حاجات مش صح اللي انا بقولولك ده ده المعلومات الصحيحة اللي هي موثقة وبتتكلم عن القصر طيب القصر ده بيرجع لمين لواحد اسمه ياسا باشا ياسا ده ابنه اسمه توفيق باشا توفيق باشا ده كان احد زعماء حزب الوفد وقال لك ان القصر كان ملاصق لمعبد اللقصر من الناحية الشمالية مطلن على نهر النيل والقصر كان موجود جواه عربية مطلية بالدهب بتعود لجميل بيك ابن توفيق باشا يبقى انا عندي تلاتة ياسا باشا ده الراجل صح الراجل الكبير ابن توفيق باشا ابن توفيق واحد اسمه جميل باشا ده كان ابن توفيق باشا وكان عنده عربية مطلية بالدهب طيب القصر كان موجود فيه كتير جدا من الكنوز والقطع الاسرية الندرة اللي اتنقلت للمخازن الاسرية في الاقصر من حوالي عشرين سنة فاته وهي اتنقلت ويمكن انا عايز اقول لك على حاجة مهمة برضو عشان تبقى انت عارف معنى ان واحد يبني اسر في قلب منطقة اسرية بالشكل ده يبقى ده راجل قوي او راجل من الناس اللي هي كان لها وضع كبير جدا في التوقيت ده طيب وقال لك ان الغرف ابنية على الطراز الايطالي وخلافه بس طبعا الاسر تهدم يعني ويمكن الاسر ده استضاف على مدار تاريخه شخصيات مهمة من بينهم الزعيم الراحل سعد زغلول اثناء صورة 1919 طيب ايه سبب ازالة القصر وليه تم ازالته والدنيا قامت وقعدت وقال لك ايه ده انتو هتهده قصر اه سريوش عارف ايه موضوع اكبر من كده بكتير ويمكن انا هقول لكم هو كان ليه لازم ان القصر ده يتم ازاله قال لك احنا طبعا احنا عندنا التطوير اللي تم في الاقصر احنا كنا الفترة اللي فاتت بجاعة لمدينة الاقصر اكبر متحف مفتوح على مستوى العالم بعد تطوير طريق الكباش والكلام من ده والاحتفال المهيب اللي اتعامل في افتتاح طريق الكباش قال لك ان الجهات المعنية قالت ان احنا يتم ازالة كل المباني القديمة الملاصقة لما عبدالناصر ويمكن الموضوع ده مش بيرجع للفترة بتاعت الرئيس السيسي لا ده الموضوع ده من ايام جمال عبدالناصر ايام جمال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان اصدر قرار بازالة المباني القديمة اللي هي ملاصقة للحرم المنطقة الاسرية في لقصر ويمكن بالفعل ان شاء له كتير جدا من المباني والبيوت وخلافه ولما تم الكشف عن طريق الكباش بيوت تشالت وقسام شرطة وجوامع وكنايس مش عايز اقول لك دنيا تشالت بحالة صراحة طريقا فيمكن كان اخر حاجة كان المفروض يتم ازالتها كان الاسر ده كان هو اخر حاجة موجودة وكانوا سايبين ويعني هو الموضوع بسوا طبعا الاسر لان وصل لمرحلة ان هو خلاص بدأ ينهار ليه؟ وانا هقول لكم الكلام ده ليه؟ لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الاسر مبني فوق منطقة الاسرية فده كان ملاز للنصوص ان هم يعملوا عملية حفاير وحفر خلصة ان هم يبدأوا بقى ينزلوا تحت يبدأوا يخشوا بقى يحفرهم ينزلوا بقى في الاساسات بقى بتاعته بقى من تحته كان فيه عملين انفاء وشغل زي ما انت عايش تقول قول وخلى ده اللي خلى الاصر يعني يبدأ يتهاوى ويمكن انا هقول لك على قصة غريبة بالنسبة للاصر ده قال لك ان الاصر ده ظل يعاني الاهمال فترة جبيرة جدا قال لك خاصة بعد اغلاقه في عام 2013 في سنة 2013 تحديدا حصل جريمة غريبة في الاصر ده الجريمة دي اصارت الرأي العام في ذلك الوقت وهي قتل ابنتي توفيق باشا توفيق باشا كان عنده بنتين اسمهم صوفي كان عندها 82 سنة ولودي كان عندها 84 سنة وكانوا دولة اشهر عانستين في اللقص تم قتلهم على يد مجهول الكلام ده كان في 2013 اتقتلهم ليه محدش عار هل هم بتوع منقبين الاصر هم اللي قتلوهم ولا حد قتلهم عشان يخش يسرق الاصر وياخد قال لك ده فيه مجوهرات او فيه حاجات او طبعا حد وقتنا الحالي ده لغز قتل هاتين السيداتان ده لغز موجود لحد دلوقت محدش عالي بعد كده الاصر اتقفل اللي هم كانوا هم اصلا سكنين فيه مفيش غيرهم بعد كده بقى طبعا الوصوص الاصر بدوا يخشوا بقى في الخلصة بقى من اول 2013 لحد 2021 لما تم هدمه بقى وناس بقى بتشتغل وتعمل انفاء من تحت وتوصل لحاجات معينة وكلام من ده مش عارف ايه لحد ما تم اصدار قرار زالة الاصر وتم هدم الاصر فيه اغسطس 2021 والمبنى اتزال بعد 125 سنة من تشييد طيب ايه اللي قال لنا ان الاصر ده فيه تحتي صار احنا من خلال اللجنة اللي راحت عشان خاطر ان هي تتعاين الاصر قال لك ان الاصر تحتيه مش بقى مش مدينة سكنية ده قال لك يعني فيما معناه ان هو تحتيه حاجة خاصة بالعمائر حاجات بترجع للعصور معبد يعني ايه فيما معناه ان قال لك ده فيه معبد روماني موجود اسفل قصر اندروز باشا لان ده كان المكان الوحيد اللي ما تمش فيه حفاير او لم يجرى فيه حفاير لان ما ابن من فترة زمنية كبيرة ما كانش الناس عندها فكرة بموضوع الحفاير فكل معبد لو قصر اشتغلوا في حفاير مع عدل مكان ده فالمكان ده كان يعتبر مكان بكر لم يتم العمل فيه قبل كده بخلاف طبعا الناس اللي عملوا حفر خلصة وخلاف طيب لما الاصر اتزال اتعمل بقى حفاير في مكان الاصر والمنطقة المحيطة به عشان تكشف لنا عن المدينة السكنية اللي هي المهمة طيب الاكتشافات الاسرية بقى بمكان الاصر زي ما انا قلتلك ده مش الاكتشاف ده مش هو اول اكتشاف ده احنا بعد ما تم ازالة القصر اتعملت حفاير طيب قالك تم العصور على ايه با؟ تم العصور على 132 عملة برونزية ومائدة قرابين تعود للعصور الرومانية والوحة جنائزية من الجرانيتلس ودعرضها 46 سنت وطولها 90 سنت تحمل نقوش تصور لقاء بان الملك تحط مصر رابع ومن حطب التاني ده من الدولة الحديثة وهم بيقدموا قرابين للإله أمون طبعا سيد طيبة بالإضافة لرأس كبش صغير ومائدة قرابين مجهزة لحمل الأواني الفخرية ولوحة بها نسوم عن الملك بطليموس وأفرال الطاهي وخلاله ده ده الحاجات اللي هي اتوجدت فين بقى اللي هي في الموسم مش اللي احنا فيه ده الموسم اللي قبل كده السنة اللي فات طب السنة دي بقى تم الإعلان عن اكتشاف مدينة سكنية متكاملة وبرجين حمال بترجع للقرن الثاني والثالث الميلادي وإحنا عندنا عشان بس تبقى أنت فاهم سقطت الحضارة اليونانية الحضارة المصرية القديمة أو بدأ اليونان يحكم مصر 332 قبل الميلاد الرومان ده ده اليونان اليونان حكم من 332 قبل الميلاد ل32 قبل الميلاد بعد سقوط الملكة كوليباتر السبعة بعد معركة شهيرة اسمها معركة أكتيوم البحرية على يد قائدين مهمين جدا اللي هو جايوس كافيوس ويوليوس قيصر ويمكن احنا كلنا عارفين الكلام طيب بدأت الرومان يحكم مصر تحديدا منذ 30 قبل الميلاد واستنقوا تنهم موجودين لحد دخول الإسلام مصر طيب الفترة الزمانية دي اللي هي فترة حكم الرومان يتخلى لها الحكم البيزانتي عشان بس تبقى انت فاهم مصر في التوقيت بتاعها ده تخلى له حكم بيزانتي لمصر والمصريين لم يعطنقوا المسيحية إلا بعد أن يعطنقها الامبراطور كوستنطين ممكن الكلام ده كان في القرن الثالث أو بعد القرن الثالث الميلاد طيب المدينة دي بترجع ليه اللي بترجع للقرنين الثاني والثالث الميلاد يعني الفترة بتاعة الحكم الروماني المصر طيب الحاجات اللي اتوجدت بقى احنا قلنا بقى عدد من المباني السكنية طبعا علانة الكاشفة عن مدينة السكنية متكاملة وبرجين حمام الكاشفة عن عدد من المباني السكنية برجين للحمام من القرن الثالث الميلادي عدد من الورش لصناعة وصهر المعادن وانت كان المصورين أو مشهورين جدا بالورش اللي بتصهر وتصنع المعادن قالك عملات رومانية من النحاس والبرونز أواني فخرية كانت تستخدم كعشاش للحمام بدأ استخدامها بدءا من العصر الروماني معنى ان يقولك ان في مكان كان بيتربى في الحمام يبقى معنى ذلك ان كان دي منطقة سكنية من الطراز الأول طيب من الابرس طبعا في زمزميات من الفخار ادوات للطحم بجانب كمية من العملات المعدنية النحاسية وطبعا الابرس حاجة بقى اللي هو طبعا هجيبلكم الصورة بتاعته اكتشاف منزل قديم اهو زي ما انتوا شايفينه المنزل اللي هو قدامكم ده ده منزل هتلاقوا جواه فرن لصهر المعادن وحتلاقي عندنا برضو من ضمن المكتشفات الاخرانية دي لوحة طبعا هتلاقوا انتوا في زمزميات هيت قدامكم الحاجات اللي هي كانت بتشرب فيها بتحط فيها المية وتشرب فيها لو انت بسيت في الصورة اللي على اليمين دي هتبص تلاقي في وراء خالص الصرح بتاع المعبد لقصر موجود فده معنى ده بيعبر لك ان دي كانت مدينة او فيه ناس كانوا بنيين بيوت وكانوا عايشين وكان دي تعتبر اكبر مدينة سكنية في المنطقة دي ويمكن احنا الحفاير لسه مستمرة والفترة الجاية هتكشف لنا عن حاجات جديدة ان شاء الله نبقى نتكلم عنها طيب ثالث اكتشاف موجود عندي اكتشاف بتاع 24 يناير يوم 25 يناير يعني تاني يوم على طول قال لك الكشف عنده فنات عائلية من عصر الانتقال التاني بمنطقة زراعة ابو النجا بنقصر طيب تبقى نى دلوقتي عندي دا يعتبر احنا عندنا الاختشاف الاولاني زي ما أنا قلتلكو عليه فلقصر غرب النيل الاكتشاف التاني في شرق النيل الاكتشاف التالت في غرب النيل بقى طيب بقنات 3 اكتشافات دولة موجودين في لو Rank impressed واحد في شرق النيل اللي هو بتاع قصر اندروس والاتنين في غرب النيل اللي هو بتاع الوديان الوعرة والاكتشاف الثاني اللي هو موجود في زى ما انا بقولكم في المنطقة اللي هي بتاعة منطقة زراعة ابو الناجة طيب منطقة زراعة ابو الناجة اللي كمنطقة زراعة ابو الناجة تقع بالبر الغاربي لنهر النيه بمدينة طيبة القديمة بمصر على سفح الجبل عند مدخل الخليج الجاف المؤدي للدير البحري شمال مقابر العساسية قال لك منطقة الدراع والنجا ديت ديت من ضمن ست مناطق تم تخصصة لدفن الأشراف والنبلاء من عصر الدولة الحديثة وهم من الوزراء وكبار رجال الدولة من الموظفين وكبار رجال الشرطة وكبار رجال الجيش وسميت مقابر زراع ابو النجا بهذا الاس نسبة إلى القرية الموجودة بها بهذه المنطقة وهي قرية زراع ابو النجا واستخدمت منطقة زراع ابو النجا كمدينة جنائزية خلال عهد الأسرة السابع عشر ويمكن اللي هي كانت بتحكم إصاد الهكسوس لأن الهكسوس حكموا عندنا في أسرتين اللي هي الأسرة الخمستاشر والستاشر إصاد الأسرتين دولت بتاع الهكسوس كان بيحكم الأسرة السابعتاشر اللي خرج منها سكن الراع وأبناؤه كاموس وأحمس اللي تم على أيديهم طرد الهكسوس طيب دي اسمها مقابر النبلاء طيب أيه الكشف اللي هم ما كشفوه؟ قال لك الكشف ناس اللي ما عرفش عمله طلعونا من من ده نخش تاني طبعا الكشف الحاجات اللي هم اكتشفوها لنا بقى حولوكو عليها طيب اكتشفو ايه بقى؟ قال لك الكشف عن مجموعة من الدفنات العائلية يعني ايه دفنا عائلية؟ انت المشكلة انت لازم كراجل بتاعها الصار لازم انت بقى انت فاهم؟ مش تسمع الخبر كده وخلاص وكنك زي ماقوله وكنك يا بو زيدنا زي زي ما لأ انت مفروض اي حاجة تقرأها لازم يعني ايه دفنا عائلية؟ دفنا عائلية ديت يعني انت راجل وأسرته هي عائلة هو أنا لما كنت بقول في مصر الأديمة الأسرات في مصر الأديمة يعني ايه أسرة؟ الأسرات في مصر الأديمة ان أنا ملك بييجي يحكم بييجي بعديه ابنه بييجي بعديه ابنه حفيده وهكذا فهي ديت اسمها أسرة فأنا عندي هنا بنتكلم عن دفنا عائلية الدفنا العائلية اللي هي موجودة عندي اهي زي ما أنا بقول لكم موجودة بقى قال لك البعثة اللي هي شغالة نجحت في الكاشف عن مجموعة من الدفنات العائلية من عصر الأسرة 13 والموضوع ده مهم قوي بقى لأن الأسرة 13 والأسرة اللي 14 كانوا من الأسرات اللي كان مفيش معلومات واضحة عنهم ليه؟ لأن هم دولة الأسرتين اللي انقسمت فيهم بس عشان برضو تبقى انت فاهم أنا ليه الأسرتين دولة غمدين عندنا بعد نهاية الدولة الأسرة ليه الأسرة الـ 12 اتقسمت مصر لشقين اتنين الأسرة للـ 13 والأسرة للـ 14 وهو ده اللي سهل دخول الهكسوس مصر تعرف ما بيبقى فيه انقسام تعرف ان فيه احتلال اي انقسام بيحصل بعده احتلال طيب قال لك من المكتشافات العصور على لوحة جنائزية صغيرة مزينة بمنظر اهي اللي حتشوفها انت دلوقتي قدامك اهي يصور صاحب اللوحة والذي كان يشغل منصب مساعد الوزير وهو يقدم القربين للملك سوبك حطب التاني وده طبعا من ملوك الأسرة الثلاثتاشر وقد عثرت البحث ايضا على مبنى من الطوب اللبن كان مخصص لتقديم القربين بداخله مجموعة من تماثيل القشابتي تماثيل القشابتي طبعا مطلية باللون البيض عليها اكتبات بالميداد الاسود بالخط الهرطيقي مجموعة كبيرة جدا من التمائم تمائم اللي هي موجودة تبقى موجودة لحماية المتوفي مصنوعة من مادة البيانس وطبعا موجودة بأشكال مختلفة وفي جعارين وأبناء حورس وكمية كبيرة جدا من الخارس بإضافة للمئات من الأختام الجنائزية الغير موقوشة والتي تميز الفترة التي تسبق عصر الدولة الحديثة اللي هي عصر الانتقال التاني طيب هننجي لي الجزئية اللي بعد كده اللي هو الاتشاف الأخير بتاع سقارة يوم 26 يناير 2022 الكشف تم إعلان الكشف عن أربع مقابر أسرية بمنطية جسر المدير بسقارة ويمكن كتير جدا من الناس ما كانش يسمع عن حاجة اسمها جسر المدير يمكن الناس سمعوا عنها من خلال ما تم الإعلان عن الكشف اللي الدكتور زي حواس عمله قال لك منطية جسر المدير هو منطية جسر المدير هي عشان بس تبقى أنت فاهم لو أنت رجعت لكتاب مواقع الأسر المصرية في العصور الفرعونية بتاعي هتلاقيني طبعا الكتاب ده من تأليف ومن تأديم الأستاذ الدكتور زي حواس أنا اشتغلت على المواقع قعدت خمس سنين شغال في الكتاب ده مفيش موقع أسر في مصر إلا محطته في الكتاب لو أنت جيت رجعت للكتاب هتلاقيني مقسم الكتاب لمواقع أسرية لو أنت روحت للمنطقة سقارة تحديدا هنتكلم عن سقارة قال لك سقارة هي جبانة مانف اللي هي مانف اسمه رهينا مركز البدرشي المحافظة الجزء وتعد من المناطق الأسرية الهمة جدا في مصر وقال لك اشتق اسمها من اسم الإله سكر عشان كده اسمها سقارة طبعا سكر اللي هو إله الجبانة إله الجبانة اللي هي المقابر مع ملاحظة الإبدال بين القاف والكاف سكر يعني سكر يعني بدلك الكاف لقاف سقارة هي إحدى الكرة التابعة المركز البدرشي المحافظة الجيزة قال لك بتقع على بعد 17 كيلومتر من الجيزة وتبعد عن القاهرة حوالي 40 كيلومتر استخدمت منذ عصر ما قبل الأسرات حتى العصر القبطي وتمتد سقارة فوق هضبة تغطي مسافة 7 كيلومتر من الشمال للجنوب يعني المسافة اللي فيها سقارة حوالي 7 كيلومتر بقى من الشمال للجنوب عارف يعني 7 كيلومتر في منطقة سرية فهذا مضوع كبير مش صغير وطبعا قال لك عشان قبل ما نتكلم عن أصر سقارة فإحنا لازم نقسم المنطقة لقطاعات قطاع الشمال قطاع الأوسط قطاع هرم تيتي القطاع الغربي قطاع هرم أناس القطاع الجنوب طيب المقابر دي موجودة في منطقة جسر المدير بالقرب من هرم أناس ومكين أنا هتكلم عن الجزئية دي وأقول لك وطبعا الدكتور زي حواس أعلن أن أعمال حفير البعثة المصرية المشتركة هي بعثة الدكتور زاهي مشتركة مع المجلس الأعلى للأثار شكوانين في منطقة اسمها مطيد جسر المدير في جبانة سقارة اكتشفوا عدد من اكتشافات الأثارية الهمة بتعود للأسراتين الخامسة والسادسة طبعا الأسراتين الخامسة وستة هما الدولة قديمة في مصر وقال لك المنطقة دي تفيها جبانة ضخمة تحتوي على العديد من المقابر الهمة وهذه المقابر التي تم كشف عنها ايه المقابر دولة قال لك مقبرة لشخص اسمه خنم جدف خنم جدف طبعا ده كان بيعمل مفتش على الموظفين ومشرف على النبلاء وكاهن المجموعة الهرامية للملك أناس آخر ملوك الأسرى الخامس والمقبرة ملونة وبها مناظر الحياة اليومية يعني كان الحيشين ازاي وبيعملوا ايه ويسووا ايه فمظاهر من مظاهر الحقل ومش عارف ايه كلام في مقبرة المدعو ميري مير ايه ميري وهو قال لك صاحبة بيحمل أرقاب عديدة مثل كاتم الأسرار ومساعد قائد القصر العظيم طبعا المقبرة بتاعة ميسي هو طبعا الدنيا قامت وقاعدت بسببها ويمكن احنا يعني مش فيه ناس طلعت وقال لك لا ده خطأ ده ما اسموش ميسي عايز اقول لك ان فعلا لا فيه احنا عندنا بابين اتنين يعني عندنا بابين وهميين احنا عندنا حاجة اسمها الباب الوهمي باب موجود علينا قوش من ضمن النقوش الباب كان اسمه ميسي ميس يعني المولود ميسي يعني المولود برضه عشان الناس تبقى ايه محدش يعني ايه فهو طبعا قال لك ميسي هو طبعا ده تريند ممكن الدكتور زاهي برضو انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة لو ممكن انتو هتعرفوها ان انا لما اعمل تريند في سبيل ان انا اتعلم حاجة يعني انا بعمل تريند عشان خاطر الناس جي تتكلم وقولك ايه كشفوا مجبرة ميسي وميسي كان بلعب ده نوع من انواع الدعاية للاثار بتاعتنا فده حاجة في حد ذاتها مش وحشة عشان محادي بس الناس بتبالغ والناس اللي حقدة وكرها واشنع احنا بش بنحب والناس اللي بتبالغ طعا ميسي اه ميسي اه 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 معلش بستعظم حضرتك بس من اول جزئية الباب الوهم بس معلش عشان النقطة عندي بس لأ انا بقول ان انا كان عندي بابين اتنين وهميين من ضمن البابين دولت في باب عليه اسم ميسي انا لو انا هشوف لو في عندي صور حوره لك دلوقتي وحوره ممكن اورلي لك بعتلك الناش بتاع عشان في ناس صالحة قالت لا انتم ترجمين غلط يعني الباسة مترجمة الاسم غلط كده يعني فأنا بس بوضح النقطة ديت عشان خاطر في ناس غير يعني في ناس بتحب تهري كده وخلاص لأ انا كان عندي بابين اتنين وهميين موجودين في الاتشافات من ضمنهم اسم ميس يعني يولد او المولود او ميسو اللي هو المولود فميسي المولود تمام في شكل في حد بقى بيلعب في البتاع احنا مش عايزين نخلص يا جماعة يا جماعة محدش ياخد لتحكم يا جماعة في ايه او الناس كلها ازها تتحكم انا تعبت والله يعني عايز اخلص عشان انا جيبت اخري يعني انا اه تعالى امي ميسي مجبرة المدعو ميسي اه هم بيقولوا عليها ميسي بس هو اسمه ميسي ميسي كان كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبي الاول وقال لك هم ما تكونواش عارفين اسم ميسي في البداية لعدم وجود اسمه على التماثيل اللي تواجدت يعني التماثيل اللي موجودة مش موجودة على الاسم قال لك حيث عصر على تسع تماثيل من الحجر الجير الملون تمثل رجل بجواره زوجته وكذلك تماثيل خدم وتماثيل منفرد ولم يعصر على اي نقوش تشير الى اسم صاحب هذه التماثيل قال لك بعد عدة شهور من الكشف التماثيل يعني اللي ما اكتشفوها تم العصور على باب وهمي بجوار موقع التماثيل يعني جنب التماثيل فقال لك ان ده بيشير ان هو صاحبه يدعى مسيل وان التماثيل تعود لعصر الاسر الخامس لذلك تؤكد ان التماثيل التسعة تخص المدعو مسيل ده طبعا للبعثة قالته طيب في عندنا مقبرة كمان لي احنا هتكلمنا عن ثلاثة مقبرة الرابعة لواحد اسمه فت اك حكما بقولك فت اتنا حتى برضو تريند بقولك الراجل ابو شنب اللي انتوا شايفينه ده ده اسمه فت عشان فت يعني برضو نوع من انواع الدعاية قالك صاحب المقبرة ده نقب القاضي والكاتب كلمة اللي هو الكاتب اللي هو السش يعني حيث تم العصور على مقبرته من خلال بئر يصل عمقه الى حوالي عشر العصور على ثلاث تمثيل حجرية تخص تمثل شخص واحد للقاضي والكاتب فتك وبجواره مائدة قربين وامامهم تابوت بداخله الممياء الخاصة به طيب في بقى ممياء عليها رقائق ذهبية حيث انها تم العصور على بئر يصل عمقه الى حوالي خمستاشر متر واسفل البئر عصر على حجرة داخلها تابوت الزهبية تمام واتضح ان التابوت ده لم يمس وانه مغلق منس حوالي 4300 سنة وعند فتح غطاء التابوت عصر على ممياء لرجل مغطى يعني الممياء نفسها مغطى بالداب وتعتبر هذي اكمل واقدم ممياء ملكية غير ملكية يعصر عليها حتى الان عشان خاطر احنا في الفترة دية دفترة الدولة القديمة كما عصرت البحث على عديد من التمائم وادوات التجميل وتماثيل المعبود بتاح سكر وتماثيل على هيئة معبودات وكذلك اواني فخرية ونظرية احنا طبعا عندنا المعبود بتاح ارتبط بالاله سكر اللي هو اله الجبانة طيب ده يعتبر الاربع اكتشافات اللي موجودين عندنا زي ما انتو شايفين دي خريطة قديمة جدا لمطيط سقرة الاسرية لو انتو بقى وحد عنده كمبيوتر حيشوف في اوضح دي عليها القطعات وعليها كل حاجة موجودة في الجبان وممكن السقرة نفسها ملقوطة بالامر الصناعي اكتر من مرة طيب ده نمازج من المكتشافات اللي تم الاعلان عنها لو انت بصيت في اللوحة هتلاقي وين وينيس وينيس نيفر سيت طبعا ده خاصة بحجرة الدفن ان هي بترجع على عصر الملك وينيس طبعا من النقش اللي هو موجود عندنا ودي طبعا موجود عندنا اللوحة اللي هي فيه لوحة موجودة هيت وفيه تماثيل من المكتشافات بتاعة المقبرة وديت التماثيل بتاعة الراجل او الراجل وزوجته هم موجودين وفيه برضو بعض تماثيل الخدم اللي هي الست اللي هي بتعجن في جهة اليمين وهنا قدامنا حد ما طبع من الخدم شكله بيعمل حاجة معينة بحي هم حاجة تمام فيه بعثات بتشتغلوا كل حاجة ايه هو ايه هو تأثير الاكتشافات الاسرية الحديثة وما تقوم به الدولة المصرية على حركة السياحة الوفيدة لمصر هل انت من وجه نظرك راجل باحث في القصار او بعيدا انت راجل باحث انت راجل عادي مواطن عادي هل الاكتشافات الاسرية دي لها تأثير ولا ملهاش تأثير ولو احنا ما استخدلناش الموضوع ده يبقى احنا فعلا بنفقد حاجات كتيرة انت جيت بسيط لدولة زي دولة الامارات عندهم برج اسمه برج خليفة مقاومين الدنيا ومقاعدينها بسبب وانت عندك حاجات لا تعد ولا تحصل من مقابر لمعابد لأثار لكل لنهر نيل لكل حاجة تخطر لك على بالك موجودة عندك وللأسف انت ما انتش عارف تسوقها سياحيا صح لو انت بتسوق لان انا عايز اقول لك على حاجة الازمة اللي حصلة بازمة الدولار هي ازمة الحل الوحيد اللي ممكن يدخل للبلد دولار كبير كتير جدا هو السياحة السياحة هي اكتر حاجة ممكن تدخل للبلد عملة صعبة لو اتسوقت صح هنكونوا من يعني احنا مش هنبقى محتاجين لأي حاجة تاني السياحة بس الوحدات غط مصر بس لو اترويجت بشكل كويس جدا وشكل شكل قوي وشكل يريق بينك بحضرتنا احنا تمام طيب اهمية الاكتشافات الاسرية قال لك ان الاكتشافات الاسرية الحديثة لها تأثير ايجابي على مصر بصفة عامة وعلى وزارة الاسر بصفة خاصة حيث يساعد ذلك على الترويج لما تحتويه مصر من كنوز كثيرة نظرا لما تتناوله الصحف المحلية والعالمية مما يساعد على جذب السائحين لزيارات مصر مشاهدة الكنوز القديمة التي يتم الاعلان عن اكتشافة مؤخرة يعني ما الدكتور زي يطلع وقال لك احنا كشفنا عن مكبرة ميس مثلا يعني يعني بصت لأي ناس المكبرة الواحد اسمه ميسي الناس اللي يجانب برضو يعني لأنا عايزة اروح اشوف المكبرة اللي بتاعت ميسي دي عايزة اروح اشوفها مثلا يعني بفترض ده احنا اكتشفنا مكبرة مش عارفة الكاهن كذا احنا عايزة اروح اشوف الاكتشاف الاسر الجديد ده احنا الفترة اللي جاية حيتم افتتاح المتحف الكبير ده بيضم المجموعة الكاملة بتاعت توت عنك امون موضوع كبير تعال قالك ان المشروعات والاحتفالات اللي هاتف تقام بين الحين والآخر تظهر الوجه الحقيقي للدولة المصرية ان مصر فيها مشروعات بيتم انجاسها فيها احتفالات فيها حاجات جميلة جدا فده بيبقى يعني بيتغير نظرة الغار بلينا فقالك ان للأثار دور مهمة وحيوة في جذب السياح وما بتجيب سياح بتحسن الاقتصاد الدول يعني اي دولة في دول زي اسبانيا بتعتمد في دخلها على السياح عندك في باريس يقولك اللوفر انهار بيض هي يا عم انت عندك بتعمل صنع من كم من كم متين سنة ولا من كم سنة وانت عمل له ترويج يقولك اللوفر قصة يعني انت فاهمني طيب خاصة في المناطق التي تحتوي على العديد من يعني من المعالم الاسرية المهمة والحيوية بقولك ان الناس بمختلف انواحها واصنافها تهفتون على رؤية العظمة في البناء مما يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في الدول التي يزورونا حيث تتوفر العديد من فرص العمل كما تنشيط الحركة التجارية في المواسم السياحية بالاضافة الى اقبال السياح على المرافق السياحية المختلفة مما يودي الى ضخ الاموال بالكسرة الى الدول السياحية وقالك ان الاقتشافات الاسرية الحديثة تغني المتاحف المصرية بالقصار حيث ان القطاع يسير على نهج اقامة المعارض المؤقتة بالنتاج الحفاري الحديثة وذلك لجعل المجتمع دائما مطلع على احدث الاقتشافات المهمة هذا بالاضافة لادخال تلك المكتشافات تبقى للقصة الموضوعة للمتحف وتتوالى المعارض المؤقتة بعرض نتاج الحفاري الحديثة بالمتحف المصرية طيب انا عايز اقول لك على حاجة مهمة برضو ان احنا لما بيبقى عند اكتشاف اثري بطلع القطع يمكن احنا عندنا المتحف المصري بيعمل الكلام ده وببدأ اعمل لها عرض في المتحف عشان خاطر الناس يشوفوا الاكتشافات الجديدة وده يمكن من الحاجات اللي هي بتساهم عندنا في يعني في ترويج لحركة السياحة طيب عندنا معارض اسمها المعارض الخارجية قالك بالنسبة للمعارض الخارجية بيتم تنظيمها في الخارج ده لها تأثير كبير جدا على زيادة حركة السياحة الوفيدة لمصر بمعنى ان انا بطلع لك في معارض سواء في امريكا في اي دولة في العالم بعرض له مثلا 200 300 قطعة 400 500 قطعة بقوله ده الاثار بتاعة مصر بس ده حاجة لا تذكر بجانب الاثار اللي موجودة في مصر فانا بديله شغف ان هو يجي زور مصر ويمكن هي المعارض الخارجية افضل سفير ومروج للسياحة المصرية وقالك ان وزارة السياحة والاثار بتبس عدد من الفيديوهات عن هذه الاكتشافات الاثارية والمتاحف الجديدة اللي بيتم افتتاحها خلال الاعوام الماضية احنا ممكن عندنا كذا متحف تم افتتاحه الفترة اللي فاتت متحف كفر الشيخ ومتحف شرم الشيخ ومتحف طنطا دي متحف اقليمية كلها تم افتتاحها ومتحف الغرداء دي كلها بتروج للسياحة والاثار بتاعتنا وممكن احنا عندنا بتعامل نظام برضو دورات وحاجات خاصة او بتعامل فيديوهات خاصة بالمناطق الاثارية وممكن الوزارة بدأت الفترة الاخيرة لنزبط الموضوع ده وقال لك ان الاجتفات الاثارية بتجعل محط انظار العالم قال لك لان طبعا الاجتفات الاثارية بتساهم في تنشيط حركة السياحة المصرية وتجعل محط انظار العالم اجمع وتجذب العديد من طلبة المدارس قال لك ان كل المدارس الحكومية تدخل المواقع الاثارية مجانا حتى مرحلتين الابتدائية والاعدادية وقال لك ان احنا برضو بيطلعوا تصريح زيارة سنوية لطلاب المدارس والجماعات باسعار مخفضة الى جانب التنسيق الكامير مع وزارة التربية والتعليم لدراج السياحة والاثار في المناجه الدراسية فيمكن اللي انا عايز اقوله لك بصفة عامة انت ازا كنت انت طالب او لسه بتدرس او طالب خلصت او حاجات معينة انا جبتلك الموضوع من الاول الاخر وقلتلك الموقع الاسري انا بشتغل فيه ازاي قلتلك الموقع الاسري لو عايز اعمل حفاية ارح اعملها ازاي طبعا الكلام ده عايز تدريب وعايز شغل لو انا عندي مثلا موقع ايه الاكتشاف اللي انا ممكن اكتشفه ازاي اشتغل طبعا امسك المسترين ازاي كل ده هتبقى حاجات مهمة انت ممكن لازم تتعلمها لو انت كنت تعلمتها فطبعا امكان احنا المحاضرة بتاعتنا انتهت وانا سعيد طبعا ان انا عملت المحاضرة المهمة ديت معاكم انا طبعا بعبر عن خالص شكر ومتناني لكل الحضر والمحاضرة وبشكر طبعا فريق التنظيم فريق كنوز اسرية وكان معكم دكتور محمود حمد الحسري درس الاسر واللغة المصرية القديمة جامعة الوادي الجديد